مساء الخير هذا نداء سريع وجهه فيما يخص المسيحيين في السودان منذ أيام كانت رئيسة المخابرات الأمريكية في جلسة استماع أمام الكونجرس وذكرت أن الصراع في السودان في الأغلب سيكون ممتدا لأن كل من الطرفين يملك القوة للحرب وكل من الطرفين لديه أهداف شديدة التباين عن الطرف الآخر وكل من الطرفين لديه قوة دولية وبحلية تساندهم يعني هي بتقول تقريبا أن هذا الصراع سيطول في توقعاتها أن هذا الصراع سيطول ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تجهت بالبحرية الأمريكية إلى بور سودان وخرجت الإمارات من الملف نتيجة انحيازها الواضح لحميتي من الربعية وأصبحت بريطانيا أمريكا والسعودية هم السنائية بدل ربعية وبالتالي عملت الولايات المتحدة الأمريكية تحركت علشان وجود فاجنر ولكن الصراع في السودان حتى هذه اللحظة الذي أسجل فيه هذا النداء تزداد شراسة والضرب المتبادل بين القوتين يزداد شراسة هذا النداء من أجل المسيحيين هو كارثة على الكل ما يحدث في السودان هو كارثة على الكل وما يحدث في السودان إذا تحول إلى حرب أهلية طويلة سيكون كارثة كبيرة جدا على المنطقة كلها لأن السودان مختلفة أكثر تشابكا من سوريا لأن السودان فيها تشابكات كثيرة ودولة كبيرة جدا وفيها تناقضات داخلها كثيرة وفيها قوة وفيها سروات وفيها حاجات كثيرة فبالتالي لو امتدت هذه الحرب ستكون مشكلة كبيرة على كل المنطقة الطرف الأضعف دائما هم الأقليات والذات المسيحيين في الدول الإسلامية اللي حصل في سنة 2014 عندما اكتاحت داعش الموصل حدثت كارثة غير عادية للمسيحيين الكل اتجمعوا علشان ينهبوا أموال المسيحيين وهرب أغلبية المسيحيين تكاد تكون العراق حاليا خالية تكاد تكون خالية من المسيحيين أملاك المسيحيين اللي كانت الموصل اللي هي المقرر التجمع الأساسي للمسيحيين في العراق ودي أرضهم من سبعة تلاف سنة أصبحت شبه خالية من المسيحيين فبالتالي أصبحت كارثة كبيرة جدا ما حدث في العراق سنة 2014 أصبح كارثة كبيرة جدا 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 تكاد تكون المسيحية تلاشت من العراق تكاد تكون تلاشت من العراق السيناريو المخيف أن يحدث ذلك في السودان لأن نفس الكلام القوى كلها والطرف الأضعف هو الطرف البسيحي في السودان وبالمناسبة أغلب المسيحيين في السودان هم أقباط بالذات في الخرطوم أغلبهم الأغلبية الكاسحة في المسيحيين في السودان هم أقباط نسميهم أقباط السودان للأسف الشديد معظم المسيحيين في السودان تركوا الخرطوم هو التجمع الرئيسي للمسيحيين في السودان الخرطوم معظمهم ترك الخرطوم لأن أولا هم الطرف الأضعف هم الطرف اللي كله ممكن يهجم عليه ثالثا الطرف اللي غير منحاس لقوى الأخرى ما لهمش بين دا ولا دا وبالتالي هم أصبحوا يعني الطرف الحلقة الأضعف من الأطرف كلها ولما بيحصل نهب للممتلكات بيتوجه الناس العادية لنهب ممتلكات المسيحيين ولهذا أنبه أنبه جدا جدا إلى أن هناك خطورة هذا النداء أنا بوجهه لأن في خطورة شديدة نعم في خطورة على السودانين كلهم ونعم نتمنى أن تستقر السودان ونعم نستمنى أن يحل السلام بأسرع ما يكون ونعم نتمنى أن يتوقف القتال ونعم نأسف لما يحدث لأي سوداني هذا الشعب الطيب ولكن أنا بقول هنا باعتباري مهتم بشؤون الأقليات وشؤون المسيحيين في الشرق الأوسط هناك كارثة مضاعفة على يواجهها المسيحيين في السودان يواجهها المسيحيين في السودان والحاجة التانية اللي أنبه ليها أن أنا ما تغلطوش للمسيحيين في السودان اوعى تخطأوا الخطأ الذي وقع فيه المسيحيين في العراق وتركوا العراق تماما إلى الخارج هذا خطأ فضيع حاليا لم يرجع أحد ولم تقدم الحكومة العراقية أي ضمانات أو عودة لأملكم وبالتالي شبه تلاشة المسيحية من العراق نحن لا نريد أبدا أن يحصل هذا السيناريو للمسيحيين في السودان النقطة التانية أنا هسيب إيميل في البرنامج تحت البرنامج وفي أول تعليق إيميل عاوزين نساعد في رصد رصد كل شيء يقع على المسيحيين في العراق سواء على أرواحهم سواء على الأملكم سواء على تهجيرهم كل شيء يقع على المسيحيين في السودان أرجو أن ترسلوه لي لكي نعمل رصد لما يحدث للمسيحيين في السودان ونوجه عناية المجتمع الدولي لما يحدث للمسيحيين في السودان أنا وصلتني أخبار كتيرة لن أذكر كل حاجة ولكن وصلتني أخبار كتيرة عن الاعتداء على ممتلكات ونهب ممتلكات المسيحيين في السودان أنا بس هذكر بعضا منها للأمثلة وكمان بوجه هذا النداء إلى قوات حمدتي وإلى القوات الجيش أي أملاك تم الاستلاء عليها مبكرا من الآن من المسيحيين في السودان أرجاء إرجاع هذه الممتلكات لأصحابها أرجاع هذه الممتلكات لأصحابها أنا هنقول بعض الحاجات اللي حصلت اللي وصلتني المعلومات مشروع فيبكس مشروع فيبكس ده شركة لموزين كبيرة فيها أكتر من 130 عربية لموزين استولت على فكرة مشروع فيبكس ده جنب مقر رئاسة الدعم السريع قوات الدعم السريع استولوا على 40 عربية لموزين من هذه الشركة شركة فيبكس واستولوا على المقر وعلى بيت صاحب الشركة وهددوا زوجته بالاختصاب إن لم تترك البيت وتترك الخزنة وتفتح لهم الخزنة دي قوات الدعم السريع وجارهم يعني ده جاروا جاروا على بعد 60 متر أو 70 متر من المقر الرئيسي لقوات الدعم السريع وعارفينهم يعملوا إيه بعربيات لموزين فخمة يعملوا بها إيه ودي شركة بتشتغل استولوا على فندق صاحبه ابن أسيس ابتي في السودان في الخرطوم فندق 5M وشركة 5M لللموزين إيه غيتهم في الليموزين ما عرفش استولوا على مستشفى إمبريال إمبريال هاسبتال في داردو صاحبها واحد نسيحة أنا بتكلم على أملاك المسيحيين ما بتكلمش على حد تاني سرقة مصانع أيوب للبيات شركة حلة الحديد لللموزين حلة الحديد لللموزين مصنع طولة ومصنع كبير لتصنيع عمدة الإنارة في الشوارع مصنع طولة سوبر ماركت الحاوي تدمير كنيسة الأنباء إبرام بالخرطوم وسركة كل محتوياتها نهب صيدليات ومحلات هذه بعض الأمثلة لما حدث للمسيحيين في الخرطوم وبدرجة كبيرة طبعا تكسر الحاجات السمينة جدا ياخدوها قوات الدعم السريع ويسيبوا الأماكن متكسرة ومتخربة يدخل العامة يسرقوا ما فيها أنا أوجه هذا النداء أن المسيحيين في الخرطوم يواجهون خطرا كما واجه المسيحيون في الموصل من قبل وعلى المجتمع الدولي أن يراعي هذه الأقليات الضعيفة في زمن الحروب أن يراعي أن هذه الأقليات المسيحيون في السودان هم الشاركة المشاركة الرئيسية في بناء السودان الحديث وهم مجموعة مسالمة جدا وناجحة وهم أغلبهم أقباط من أقباط مصر هاجر ومن الصعيد منذ أيام ما كانت مصر والسودان دولة واحدة وهؤلاء معرضين حاليا لخطر شديد خطر التهجير من أوطانهم خطر الاستلاع على أملكهم خطر يهدد حياتهم نحن نوجه هذا النداء لكل المسيحيين في السودان أن يبقوا في أرضهم وأرض أجدادهم وأن لا يتبعوا نموذج مسيحيين العراق من ترك السودان وإخلائه من المسيحيين نوجه عناية المجتمع الدولي إلى رعاية هذه الأقلية الضعيفة نوجه المسيحيين في السودان أيضا أن يبلغون عبر هذا الإيميل عن أي شيء يحدث للمسيحيين في السودان نحن نهتم بالمسيحيين في السودان لأنهم أقلية ضعيفة ولأن أقلية مستهدفة من جميع الأطراف لأنهم أقلية مسالمة وليس لها بين هذا وذاك ولأنها أقلية بناءة في السودان الحديث وهي مشهود لها بالأمانة والعمل الجاد والنجاح في السودان نحن نوجه هذا النداء مرة أخرى إلى كل العالم للحفاظ على هذه الأقليات الصغيرة في الأقليات الأقليات هم مش صغيرة يعني هم يمثلوا نسبة معقولة في السودان لكن الحفاظ على هذه الأقليات في أوطانها التاريخية الأصحاب البلاد الأصليين لازم يتحافظ عليهم في زمن الأزمات شكرا لكم